بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سوف نفعل مادة ثيو كيبريتات الصوديوم مع حمض الكيبريتيك المخفف مع صيغة حمض الكيبريتيك صيغة حمض الكيبريتيك هي H2SO4 هيدروجين وكيبريت وأربع أكسجينات يعني H ذرتين هيدروجين وذرة كيبريت وأربع ذرات أكسجين وسوف نستخدم المواد وما هي المواد الأدوات مخبارين أو تول سينندر ماء مقطر يفضل استخدام الماء المقطر لا يضر ماء الصنبور لكن الماء الصنبور فيه شوائب أملاح غير مرغوبة فيفضل استخدام الماء المقطر كبديل عن الماء الصنبور ماء المقطر تجدونه في لوازم العائلة أو محلات السيارات بطارية وسعر رخص جدا نضع 30 ملي ماء مقطر إلى مادة ثيو كبريتات الصوديوم لا يقل عن 1 مولار لأنه سوف يكون تفوع شديد البط وأصف ما غلطكم عن الشيء الثاني سوف نأتي بورقة ورقة مرسومة فيها وجه غاضب أي علامة بالقلم ونحتاج زجاجة بحجم الرسمة يعني إذا كان الرسمة صغيرة نستخدم زجاجة صغيرة إذا كانت الرسمة كبيرة نستخدم زجاجة كبيرة الآن سوف نضيف نسوي ميكس بينهم ونخلطهم مع بعض بين حمض الكبريتك H2SO4 و NA2S2O3 طبعا التفاعل ما رح يكون من أول مرة يعني ما رح يكون ريكشن سريح يعني أنا استخدم تحمض الكبيرة بتركيز منخفض وثيو كبريتات الصوديوم بتركيز منخفض سوف نلاحظ تشكل الكبريت الغروي و من النواة تجي التفاعل NA2SO4 كبريتات الصوديوم و CO2 تحانيوكس دي الكبريت وأس الكبريت الغروي هو الذي يعيق لنا رؤية اللون وإذا استخدمنا التركيز منخفضة سوف يكون تفاعل بطيء وإذا استخدمنا تركيز أعلى